المشكلة التسعة هي ايه؟ هي عدم الصبر ايه علاقة الموضوع ده بالنظام الغذائي الصحيح اقول لكم عدم الصبر يعني ايه؟ يعني الرغبة في تحقيق نتائج مبهرة في وقت قصير يعني واحد او واحدة بيلخبطوا في الاكل بقالهم عشرين سنة وعايزين نتائج حلوة في شهرين او في ثلاثة او انا عملت رجين بقى انا ليه ما بنزلش ده حضرتك او حضرتك بقالكو سنين بتاكلوا غلط وبتاكلوا كتير وبتاكلوا بنمط متهور وبتاع يعني الصبر ها؟ ماينفعش كده ماينفعش ان احنا نطلب في شهر ولا في شهر ايه؟ بيبقى فيه بوادر انما مش النتائج مش لازل تبقى مبهرة يعني مش لازم اللي هو وبالمناسبة دي انسوا الموضوع انك النظام الغذائي ده يخسسك عشرين كيلو ومش عارف فقديه هقول لكم لسه ان شاء الله يجي لها وقتها يعني تمام؟ طيب ايه الحل في موضوع الصبر ده؟ ان عامل الوقت لازم يبقى مريح وبالزيادة مش بالضغط يعني ايه؟ يعني يقول انا هعمل رجيم او قولي انا هعمل دايت انا عايز اخفض وزني خلاص؟ انا عايز اخفض وزني مثلا في ست شهور خلاص؟ خلاص؟ ست شهور مثلا اه مثلا خمسة كيلو تمانية كيلو سبعة كيلو هتقولولي ايه؟ يا انا هارس هنقعد نعمل رجيم ست شهور عشان نخص سبعة كيلو؟ ما هو لايف ستايل ما هو نمط حياة واحنا ورانا ايه؟ بالراحة خالص هده مش فيه مثل انجليزي بيقول سلولي بطشور؟ ببطء ولكن مؤكد خلاص؟ بالراحة على ارادتنا مش بس على اجسامنا ارادتنا الضغط على الارادة غلط ما هو انت انت تريد او انتم تريدون ان تخفضوا وزنكم صح كده؟ انا املك الارادة ان انا همنع الاكل اللي لا بيتخن ده انا املك الارادة ان انا انما اهدى على ارادتك دي شوية لان ارادتك دي ممكن تصمد يوم اتنين وسبوع الاسبوع اللي بعده تعمل كده لا انا هاكل بقى مش مشكلة اي عاجب انما لو انت واخد المسألة بهدوء من الاول او انت وحضرتك واخد المسألة بهدوء وحتى تارجت او هدف واقعي وبعيد المنال هتوصلي له اقولكو مثلا خفض الوزن بعد الحمل مثلا مش دايما السيدات او الامات لما بيحملوا وزنهم بيزيد بعدها طيب انتو عارفين معدلات خفض الوزن المقبولة يعني خلاص هقولكو بس خفض الوزن بتاع الحمل الاول خلاص خفض الوزن بتاع الحمل انا بقولكو بقى من الاخر كل الاراء الطبية المحترمة على مستوى العالم يقولك ايه او يقولولكو ايه يا زوجات يا امهات يا جميلات وزنك الزيادة قد ايه عشر كيلو اتناشر كيلو تمانية كيلو ده بعد ما خلص الحمل يعني مش اثناء الحمل ما اثناء الحمل ده في وزن مولود ووزن مشيمة والدم بيزيد وزنه والسدر بيزيد وزنه لا لا خلاص خلصنا الولادة الحمدلله وقمنا بألف سلامة بس انا عندي بقى زيادة عن وزني قبل الحمل عشر كيلو خلاص عنتو عارفين علميا ايه المفروض العشر كيلو دول ينزلوا في قد ايه ينزلوا في تسعة تشهر نفس فترة الحمل مش هما زادوا في تسعة تشهر ينزلوا في تسعة تشهر لا ازاي انا عنديش وقمة ما فيش وقت لا ايه ما هما زادوا في الحمل على تسعة تشهر ان شاء الله يبقوا كيلو اصيف تسعة تشهر شوفوا بقى اقولكوا ايه براحتكوا خالص ومعدلات خفض الوزن المقبولة على مستوى العالم دلوقتي المستوى العالم ها العالم ما بقولش مصر خفض الوزن بيبقى مقبول من ها 400 جرام الى 800 جرام في الاسبوع يعني في الاسبوع اقل من كيلو دي معدلات المقبولة دي اللي تخليكوا تقدروا تستمروا دي اللي تخليكوا تقدروا تحققوا نتائج مبهرة بجد بقى هو ده المعدل المقبول انما واحد يقولك ايه تلاقي اعلانات يقولك الحاجة دي هتنزلك خمسة كيلو في الاسبوع ده خطر جدا لو حصل ده تبقى مصيبة انتوا فهمين قصد ده خطر جدا وما نفرحش بيه ده لو حصلت بقولكوا تبقى كارثة خلاص